تشكيل منتخابنا الوطن إن شاء الله المتوقع ليه مواجهة غينية هيكون كالتالي حرص المرمى محمد أبو جبل خط الدفاع كريم حافظ ياسر إبراهيم محمود الوينش وعمر جابر في خط الوسط عمر السلية وحمدي فتحي وغالبا غالبا يعني أفشا أو زيزو أو محمد إبراهيم ده التالت اللي لسه عليه كلام خط الهجوم هيبقى فيه محمود حسن ترزي أو عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح للتشكيل المتوقع ليه منتخبنا الوطني نحن نتكلم في عنصر فوسط المرعب لسه فيه تفكير والجناح هل ترزي أو مرموش لسه فيه تفكير